شاهديني أهلا بحضراتكم معانا في ستوديو مساء الخير حيث يشرفني جدا وجود دكتور ناصر مأمون عيسى الباحث في العلاقات الدولية وشؤون الشرق الأوسط أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك أهلا بيك دكتور ناصر موضوع أسيوبيا ده يعني شكله كده مخلص يعني تصريح رئيس الوزراء الأسيوبي من ثلاثيان أن الموضوع خلص وأنه الإقليم استسلم وأنه هما سيطروا على العاصمة لكن النداء الأمريكي من وزارة الخارجية مبارح بوقف القتال بي وأكد أن الموضوع مخلص أولا دعنا ندي نبزة بسيطة للإخوة المشاهدين عن أسيوبيا أسيوبيا دولة فدرالية طب تسمح لي قبل ما نهني نادي الأهلي زي ما هنينا طلاقع الجيش بفوزه على التحاد السكندري 2-1 وتأهله لمباراة 5 ديسمبر نهائي كاس مصر مع طلاقع الجيش أسيوبيا دولة دولة فدرالية استكامة من عشر أقليم قائمة على أنقاض دولة الحبشة القائمة على مملكة أكسيوم أسيوبيا من عشر أقليم كل إقليم له لغة وله تركيبة عرقية خاصة أسيوبيا للأسف الحرب اللي دارت راحها في نوفمبر الماضي ما هيش حرب ما هيش جوقة متمردة زي ما قال أبي أحمد زي ما وصفهم آه زي ما وصفهم العكس ده هم اللي كانوا الأكتر في السلطة وهم اللي كانوا في البرلمان والحكومة على مدار العقوم الماضي قال عليهم هو نفسه قال عليهم رحم الأمة في 2018 لما ظار الإقليم ده التجراي من ضمن الأقليات العرقية اللي كان لها دور مهمة أوي في خلع نظام الإمبراطوري في السبعينات وكذلك خلع النظام الماركسي في واحد سعين آه في واحد سعين لما كان التجراي المتصدرين المقاومة ضد النظام الماركسي آه قامت الدولة الفيدرالية وكان السلطة الحاكمة كلها بتغضع في هاد التجرانيين يعني هم كمان محرري الوطن بالنسبة لهم آه ليهم ليهم الصبق في ذلك وقدموا تضحيات هم الآن يتحدثون عنها اتحدثون بقى عن عن عدم عدم الوفاء بالجميل تجاه هذه التطبيقات عدم التأدير يعني آه كمان اشتراكم في المقاومة دي أكسبهم صلابة عسكرية وخبرات في الميدان وده برضو خلي واكيد سلاح برضو السلاح ما هو النص في التقريب النص في القوى العسكرية بتتجمع في إخليم التجراي طب يا فندم ده كده الموضوع خطر جدا نص في القوى العسكرية اللي هو رئيس جابة تحرير شعب التجراي برضو طلع تصريح قالي انه عليه على أبياء أمد انه توقف عن هذا الجنون نحن نتحدث عن حق تقرير مصير نحن نواجه الغزوة كلمة غزوة دي بتديك نعكاس ان في دولة تحارب دولة وليس إقليم هم كانوا بيطالب يا فندم بحكم ذاتي مش كده هو لهم حق الحكم الذاتي حسب الدستور لكن هل هم طالبوا بالانفصال مثلا لا لسه بس هو ده أتوقع انه ده يكون الخطوة الجاي فيه سياسي كبير من التسعة اللي بيمثلوا المجلس بتاع التجراي النهاردة استسلم وقالوا ان ده انتصار عظيم وكده ومش استسلم ده هو ضبط على الحدود السودانية آه وما ليه قالوا استسلام هو قائد ماليشيا كأنه طائع طوعا يعني قائد ماليشيا من الماليشيات اللي كان بتحارب هرب هو قصرته في ولاية القضارف في السودان لكن نرجع لموضوع الفيدرالية الإسيوبية الحرب دي أثبتت فشل الفيدرالية الإسنية القائمة على نظام إسنية الحرب لم تنتهي كما أعلن أبي أحمد الحرب ذاهبة إلى حرب العصابات بتقصد إيه حضرتك بالفيدرالية الإسنية يعني يعني التكوينة هو أولا الفرق بين الفيدرالية والقوم فيدرالية برضو عشان الناس تبقى معانا يعني الفيدرالية دي نظام حكم قائم على انفصال أقاليم قائمة بذاتها بقوانين بمجالس حكومية بمجالس برلمانية تماما الكون فيدرالية هو نظام عام وأشمل ولكن في حكومة في المركز تمتلك برلمان موحد وحكومة موحدة ده الحكومة المركزية ده أمريكا مش كده ده أمريكا فيدرالية الكون فيدرالي أقل ما فيهوش المركزية شوية متشاعبة بمعنى ما فيهش برلمان لكل ولاية وما فيهش حكومة خاصة بكل ولاية قويس لكن فيه شرطة وفيه مجالس محلي التجرانيين شعب صلد قوي حارب فترة عددهم قدقية دكتور ستة مليون من ستة سعة مليون وهي أسيوبيا كلها قدقية مئة وعشرة مليون على قوات المسلحة 250 فرد فيها معدات عسكرية تمركزت أثناء الثلاث عقود اللي حكمتهم التجرانيين حكموا فيها أسيوبيا ركزوا شوية التسليحات العظمة في إقليمهم يعني النهاردة عندهم صوريخ ستة يعني حوالي تمانية أو تسعة في المية من عدد سكان أسيوبيا ستة ساعة في المية بيحملوا نصف الأسلحة آه ليه ليه التلات أقليات أو آسف التلات شعوب أو العرقيات الكبيرة في أسيوبيا هم أولا الأورومو هم دون يمثلوا حوالي 35% من السكان ده الأورومو اللي منهم أبي أحمد واللي والدته من الأمهرة اللي هي العرقية التانية في عدد السكان ودون يمثلوا حوالي 25% آه من والتجري التالي والتجري من ستة ساعة في المية آه لكن هم أقوى في إيه بقى بعد المقاومة اللي قامت بيها التجري وموهم طبعا بقية الشعوب ضد النظام الحكم المركزي اللي هو الدرج في 91 أي آه التجري نتولوا السلطة قاعدوا من 91 لحد 2018 كان آخر حاكم منهم كان ديسيالي وكان الطبقة دي يعني هم يسند إليهم أنه هم ناموا بالاقتصاد لأسيوبيا كان نورا مرة بقى 10% من معدل نموه في الاقتصاد أخذوا مركز متقدم جدا يدروا أن هم يضعوا أسيوبيا على مصاف الدول المتقدمة في النموه الاقتصادي وفي الكون في التكويد الأفريقية مقر التحدي أفريقيا عندهم تسمى السيوبيا اليوم عاصمة الدبلوميسية الأفريقية النهاردة بعد ما ديسيالين قامت عليه المظاهرات في إقليم رومو بسبب أنه حاول انتزاع بعض الملكيات الأرض الزراعية كان استجابته للمظاهرات دي أنه تنازع الحكم برضو من ضمن الحاجات البسيطة اللي تبهين لك أن الصراع فيه شيء من النفس والشخصانة شوية أن جبراميكا إيه كان مرشح ضد أبي أحمد في 2018 لتولي الحكم وفاز عليه أبي أحمد التجرانيين لما نزلوا من الحكم تعرضوا لاستهداف من كف الطواقف الشعب الإسرائي تنكيل بقى تنكيل تعرضوا لأن أبي أحمد نفسه بدأ يأزل قياداتهم في الشرطة وفي الجيش وفي أي مكان اقتصادي التجرانيين أثناء الحكم كان لهم مزاك اقتصادية كان أغلب الدعوم اللي كان بتيجوا من برا كان بتحول إلى إقليم التجرائي بحجة عملية إعادة تأهيل التجرانيين كان أغلب الشركات الاقتصادية العظمى كانت في إديهم أجروا أراضي إزراعية بساحات شسعة جدا يعني أغنية ستة سبع مليون دول عشان كده الحرب الحرب اللي قامت دي ما كانش سببها المباشرة زي ما هو معلن أن في 2019 أبي أحمد منوجة نظر التجرانيين ارتكب خطائي أول خطأ أنه هو حاول يعمل عملية انصهار لكافة للأربع أحزاب الكبرى المكونة للحكومة أو لجابة التحريش الشعبية الديمقراطية الحكمة في حزب اسمه حزب الإزدهار تحت قيادته هما رفضوا التجرانيين رفضوا ينصهروا مع هذا الحزب لأول خطأ هما منوجة نظرهم تاني خطأ أن أبي أحمد برضو لما جه في معادل الاستحقاق الانتخابي في أغسطس 2019 رفض وأجلوا الأجل غير مسمى بحجة جائحة كورونا هما أصروا واعتبروا ذلك خرق للدستور الفيدرالي ماذا عن الأغلبية التجرانية اللي كانت في البرلمان وفي الحكومة هل أبي أحمد بقرارات منفردة طيارهم من الأغلبية دي هو أبي أحمد لما طلع ويسك رئاسة الوزراء استهدف الطبقة دي ليه أنا أقول بقى ساعتك الأسباب اللي غير معلنة المعلن قلنا موضوع الانصهار الحزبي تحت حزب الإزدهار الخطأ الثاني إنه هو أجل انتخابات البرلمانية الأجل غير مسمى اعتبروها التجرانيين دخلت للدستور وعملوا انتخابات خاصة بالإقليم وشكلوا حكومة واعترفوا بيها أبي أحمد ما اعترفش بيها اعتبرها حكومة غير دستورية هما التجرانيين نفسهم خلوا عنه الشرعي واعتبروه رئيس غير شرعي بحكم إن شرعيته انتهت بمنتهاء المد لكن أسباب الكاملة غير معلنة هو مجابهة النفوذ الاقتصادي والسياسي لطبقة التجرانيين في أسيوبي التجرانيين زي ما قلت ساعتك من شوية بهم أفراد أصحاب نفوذ عسكري أصحاب نفوذ في الشرطة أصحاب نفوذ اقتصادي عندهم شركات تمتلك ريع ضخمة جدا طب مش حقاة قلت من شوية إن ده كان في مصلحة أسيوبيا ورفع الاقتصاد الأسيوبي طب من وجهة النظر الاتجراني طب وجهة نظر المحللين العالمين أصحاب الاقتصاد ده أرقام وحقائق تمام فيعني إذا كان ارتفع الاقتصاد يبقى العالم كله بيقول آه ارتفع الاقتصاد كان معدل أن يميه بتاعها يوصل 10% وكانت معدل أنها تبقى من ضمن تتحاول دول فقيلة جدا اللي يديهم متوسطة الدخل إلا أن أبي أحمد أو وشيعته وأنصاره لهم رأي آخر إن هو عهد التجرانيين شهد قمع للحريات وانعدام للديمقراطية وده حقيق والله برضو بيقال وده برضو أدى لإن استهداف الناس دي أصبح استهداف شخصي طب وهو دلوقتي اللي هو بيعمله ده مش قمع للديمقراطية لا قمع طبعا أبي أحمد الذي الذي ذهب بالدولة إنهما يتحدث عن صانع السلام في منطقة القرن الأفريقي بالمصلحات اللي عملها واللي خاد عنها جائزة السلام عن صلحهما أريتريا النهاردة بيستهدف شعبه ده خلاله أبي أحمد باللي بيحصل ده بيهدد منطقة القرن الأفريقي الكاملة يعني كان يا فندم من المفترض أنه يبقى فيه محادثات يبقى فيه وسائط سلام ما كانش المفروض يخش السلاح في القصة إذا كان نص الأسلحة معاهم كل الدول الإقليمية والأجهزة بتاعت المنظمات الدولية سعت لجر الطرفين للطاولة المفاوضات جبراييل جبرا ميكايل وافق على الجلوس بس بشرفت يا جبرا ميكايل دي تخليني أسأل حضرتك هو التجرانين كلهم مسيحين كلهم أرثوزيكس أه مسيحين أرثوزيكس ومعروف طبعا أن الرومو مسلمين الرومو فيهم نيزل مسلمين يا أبي أحمد مسيحي أه مش مسلم أبي أحمد مسيحي أه أه مسيحي أه واسمه أبي أحمد غريبا ووالدته من الأمهرة مابوه من الرومو الأمهرة دول فيهم مسيحيين كتير أه أه المهم أنه هو إيه بقى المصالحات كان فيه دعوة من اتحاد الأفريق أنه مشكل لجنة من ثلاث رؤساء سابقين للدول الأفريقية المهمة أه واصطبقها بدرب بأنه هو دخل بمعادات العسكرية فيما معناه أن المصالحة مرفوضة عبدالله حمدوك دعا للطاولات المفاوضات برضو رفض بحجة بحجة أن هذا شأن داخلي طيب إفندم الخطورة بقى الكبيرة دلوقتي أن يمتد الصراع من كونه إثيوبي إثيوبي إلى المنطقة اللي بتحيط بأثيوبي إيه مدى إمكانية حدوث هذا الأمر إثيوبيا دولة مهمة جدا إثيوبيا دولة مؤثرة في القارة الأفريقي بصفة عامة إثيوبيا لها شيء من السيطرة على القارة أتحاد الأفريقي للأسف الشديد النهاردة في بعض المحيثين يقولون أنه هو اتحاد شبه أثيوبي يعني ما هوش أفريقي ربما لأجل هذا ما قدرش الاتحاد في رعايته لمفاوضات صد النهضة أنه هو يعني يلاحظ على أثيوبيا أو يجبرها على شيء أو يتدخل للضغط عليه أضف لك برضو إضافة في انحيازه وعدم شفيفيته الاتحاد الأفريقي لما جه تحدث عن مشكلة المصالحة الأثيوبية دي رأيها شأن داخلي سريل رمفوز رئيس جنوب أفريقيا بصفته رئيس الحالي للاتحاد الأفريقي شايف أنها مسألة داخلية في حين في حين أن المسألة لم تعد داخلية انخرطت إريتريا في الحرب انخرطت إثيوبيا السودان آسف بخروج المئات الألاف 50 ألف اللي عندها دول دول اللاجئين وخب بالك أن قليم التجرية فيه 100 ألف لاجئ إريتريا دول أمم المتحدة مبارك حذرت من تعرضهم لسوق الغذاء كمان فالنهاردة الموضوع مقاش إثيوبي إثيوبي أبي أحمد لما جاء الطرد على المصالحات دي قال إن هذا الشكل داخلي يكفلوا ميساق الأمم المتحدة ويكفلوا المادة أربعة من القانون التأسيسي للتحاد الأفريقي لكن المادة أربعة دي فيها بند راكم جي وان تقريبا جي ايه بتقول إن الاتحاد في الوحا يدخل في أي مشكلة في أي دولة عدوا في حال لو كان الخلاف ده هيؤدي المساء الخطيرة زي إبادة جماعية زي جرائم حرب زي جرائم ضد الإنسانية زي امتداد الحرب برى الإقليم ده النهاردة هو اعتبروا اعتبروا إن هو موضوع داخلي في حين ما كانش ده رأي للتحاد الأفريقي في مسألة ليبيا في مسألة السودان كان له رأي آخر دعا لاجتماع رؤساء مجالس الأمن والسلم الأفريقي عشان القرار كان فيه النهاردة اجتماع من كم يوم في الأولى المتحدة بخصوص المسألة أسروبية الاتحاد الأفريقي طلب تأجيلها على لسان مندوب جنوب أفريقيا بصفة أحد الثلاث دول أفارقة اللي موجودين في المتحدة طلب تأجيله لحين سماع رأي المبعوثين اللي هما أصلا مرحوش إذن الاتحاد الأفريقي مسيس طيب اسمح لي أسأل حضرتك عن عدد من كبار مسؤولين في تجراي تم تقدمهم للمحاكمة بالتهمة سوء استغلال السلطة والفساد هل ده بيؤجد الصراع وحضرتك متوقع إحنا رايحين على فين جوه البلد دي؟ المحاكمات ما نحبش أبدا أن يكون في حرب أهلية ولا حرب عصابات في السيطة المحاكمات بتتم ضد التجرانين مسؤولي التجرانين من ساعة مقباية أحمد مسكو السلطة 2018 بمحاكمات بتهمة الفساد فده أمر مش جديد على التجرانين لكن الموضوع رايح لحرب عصابات نحن زي ما ساعتك قلت كده لا نتمنى زادي ليه؟ في بعض الناس تقولك أن مصر مستفيدة من هذا الاحتراب الأهلي لا خالص هذا الأمر مضر على كافة دول المنطقة المنطقة دي فيها من الجهل ومن الفقر ما يجعل منها بيئة خصبة جدا للجامعات الريديكالية اللي هي بتغير بالعافية جامعات الدينية الريديكالية فالبيئة دي لو حصل انحلال في الاستقرار الداخلي فيها الجامعات دي هتنشط قوي الجامعات دي هتتصدر لنا احنا برضو هيتولك منها استقرارك هيتأثر به كذلك لنا استثمارات عالية جدا في أسجابيا هتتأثر بالكامعات احنا كان معانا أحد السادة المستثمرين قال ان المصنع بتاعها توقف تماما ورجع الحمد لله العمال المصريين فيه خراب فيه خراب حقا وبعدين أفريقيا فاندي مش عندها يعني عندها أجندة للتنمية عشرين خمسة وستين ومفروض ان كل الدول مشاركة فيها لازم نتخلص بقى بقاش فيه حتة في العالم فيها كده اللي عندنا الخارجية المصرية قدلت بدلوها في هذا الحادث وطلبت بالتصالح وطلبت بين الطرفين يذهبوا إلى مائدة المفوضات لكن القيادة الإسرابية لها رأي آخر لأ يا رأي إن هذا شأن داخلي لا يجب على أحد أن يتدخل فيه إلا إن الأمر النهاردة لم يعد أمر داخلي الأمر تخطى إلى جابة إليتريا الأمر تخطى إلى السودان باللاجئين والفرين من آتون هذه الحرب إذن على التحاد الإفريقي أن يدل بودلو إن كان لديه ما يقدمه أو لديه من القدرة أن يذهب ببيان قوي يجروا الطرفين إلى مائدة المفوضة لكن هذا أمر أراه يعني حتى الآن بعيد النهاردة خرج تصريح بومبيو وزير خارجية أمريكا ينبئ أو يديك انطباع أن الأمر لم ينتهي بعد وذهب إلى طريق صعب العودة منه قد بالك أن فيه أقليب أخرى فيها قلقلة لو الحرب يستمرت هتضطر أسيوبية تسحب قوتها اللي هي موجودة في الأقليب الأخرى لحفظ الأمن عندك إقليم أجادين مساحته ربع ربع مساحت أسيوبية ده إقليم صومالي بدأت فيه بعض المنابر السياسية تتحدث عن حق الاستقلال حق العودة إلى الوطن الأم اللي هو الصومال الغرب يبقى مزيد بقى من التفتيت مزيد من التفتيت ومزيد من استخدام السلاح بلقنة أسيوبية تتحول إلى بلقن أفريقي تفتيت لأكثر من دولة عشان توصل للمرحلة دي تعنت أبي أحمد في أن هو لا يجلس إلى مئة المفضوضات باعتباره أنه شايف أن ده هيسويه هيبقى فيه ند ليه؟ يعني شخصانة الموضوع ده هيؤدي إلى انحلال الأمن في منطقة القرن أفريقا كله ما تنساش أن إريتريا فيها كمية تجرانيين كبيرة جدا لو حصل تجازب عبر الحدود بين تجران إثيوبيا وتجران إريتريا دخلنا في دولة تجراني جديدة في دولتين حاجة كده عاملة زي الكردستان كده حتة في تركيا وحتة في العراق وكشمير ما بين الهند وباكستان خد بالك أن العفر بينهم وبين مشاكل بينهم وبين عفر جيبوتي خد بالك أن أجدين فيها صوماليا أقليب أجدين ده صومالي وصومال الغربي طب حضرتك يا دكتور نصر يعني متصور ما هو القادم يعني هل يمارس أبي أحمد نفس التصلف والاعتداد بالرأي في قضية سد النهضة يمارسه برضو في دعوة أمريكا لي بالجلوس لمائدة مفاوضات أبي أحمد شايف الأيام القليلة القادمة تنبق عن إيه أبي أحمد شايف ملف صد النهضة أنه هو فرصة أن يجعل منه هدف قومي يلملم إشلاء الشعب حواليه للأسف الحرب فشل فشل مزيد من التصلط سواء في التجازب مع تجرانيين ومع مصر والسودان في موضوع ملف صد النهضة هو اعتبره هدف قومي لحد ما عمله شيء من لملامة البعض في السيبيا حواليه أنا أتوقع إن لم يكن هناك ضغط دولي في الملفين مفيش تجازب يحصل لازم ضغط دولي على إيهيوبيا في ملف صد النهضة وملف الصلح مع عرقية التجراني طيب إحنا الوقت يوصلين لمرحلة إنه أبي أحمد يتباهى بإنه هو انتصر وإنه دخل الاستولى على العاصمة بتاعة إقليم تجراي وإنه زعيم التجراي قال الحرب لم تنتهي بعد يعني هل حضرتك متوقع إنه في أي بارقة أمل لوقف إطلاق النار في إيهيوبيا قريب؟ أولا هو ما انتصرش إليس فيها أسقطوا طائرة مبارح التجرانيين أسقطوا طائرة أسيوبية فيدرالية مبارح وبعدين يعني الجيش الأسيوبي ما أعتقدش إنه هو يعني يعني أكتر مصنف كجيش من الجيوش العالمية أكتر أرقية لها خبرة في الحروب التجراني وهو الآن ينتحرب معهم إضيف لذلك إنه فيه تجرانيين في الجيش الفيدرالي نفسه فيه تجرانيين منهم إنشقوا فيه تجرانيين طلبوا اللجوء من كام يوم الصومال تقريبا خدخلوا من حعد الحدود لكن نرجع لموضوع المنتظر في الأيام القادمة أنا أتوقع أن يكون فيه ضغط دولي قوي جدا جدا لأن فيه مصالح للدول الغربية والقوى العالمية في المنطقة دي يجب الحفاظ عليها ما تنساش إن جيبوتي جيبوتي فيها أكتر من قاعدة عسكرية للدولة الغربية إذن كل الدول القوية أو الدول الكبرى معنية مش هتسمح باب الأمن في المنطقة دي لابد المنطقة دي تهدأ طيب مايك بومباي وزير خارجية أمريكا قال لفتاح البرهان رئيس مجلس السيادي السودان إنه قدر استضافة السودان للاجئين الفرين من إثيوبيا هل بتتوقع حضرتك يكون فيه دعم ما فيه دعم النهاردة الآن مطاعة طلبت بـ 147 مليون دولار للسودان لمواجهة توفير السوب المعيشة للاجئين وأتوقع ده يكون في خلال مثلا ساعات قليلة يكون تم لأن الموضوع بيستشري هو موقف طيب طبعا من السودان إنها ما تتخلاش عن إخوانها في إثيوبيا هو السودان بس الرقم مرهق زي معايدك السودان مستفيد مستفيد أولا باستضافة للاجئين ده يحسن الوجهة السودانية في المحافلة الدولية هو عمال يشتغل على رفع اسمه من قائمة الدول مستفيد إنه هو برضو لحد ما قفل حدوده قدام التجرانيين بمساعدة غير مباشرة للحكومة الفدرية الأسوبي لكن إنساش إن عبدالله حمدوك كان مقيم في قديسة أبابا وكان يعمل هناك إذن برضو هو السودان مستفيد من الوضع ده مستفيد سياسيا يعني أنا أتوقع إن الأيام القادمة دي هتشهد ضغوط قوية جدا دولية على نظام هل بنت تتصور حضرتك إن هم ممكن يكونوا الحكومة الأسيوبية يكونوا بيسوفوا وبيكسبوا وقت علشان يكونوا قضوا على أكبر عدد من زعماء التجرانيين قبل ما يقعودوا على مائدة مفاوضات يكونوا حولوا أكبر عدد للمحاكمة حاكمات هو الوقت مش في صالح بي الوقت مش في صالحه هو عنده أمل إنه يخش الانتخابات القادمة في 2021 بكافة الأقليم بدون حركات مفصلية لكن أتوقع أنه مش هيقدر يسيطر على أقليم التجراني تاني الإقليم النهاردة خبال ساعتك أنت النهاردة بتتكلم في حرب أو مجموعة مفصلة أو مجموعة متمردة ولا بتتكلم في النهاردة أنه سقوط ميكلي عاصمة إقليم التجراني هو سقوط مدينة ولا سقوط وطن لا هو سقوط وطن والحقيقة سقوط وطن بالوقت كده لن تكون هناك يعني نو وان اثيوبيا ايني مور بعد جدا خطر جدا أنه ما بقاش فيه اثيوبيا موحدة ذهبت الإحساس بالوطنية أو بالمواطنة لدى التجرانين ذهب إلى حاسو اللي عودة ده هو كان بيشتغل بحدوتة سد النهضة دي عشان بيجمع النهضة الوطنية لك خلاص النهاردة هو التجراني النهاردة اللي هجر هل فيه يا فندم أي تأثر لمشروع سد النهضة بهذا تأثير مش قصدي يعني أنه يطولوا حاجة من الحرب لا خلاص خلاص أنا قصدي التأثير السياسي التأثير على سد النهضة هو تأثير في عملية البناء لسه النهاردة دكتور عباس شرائي كان ناشر صورة لأمر صناعي أن مزاة المياه تعدي من القطاع الأوسط بقاء الأمطار يعني لأنه هو المفروض أنه يتبني بارتفاع 35 متر يؤدي في الصيف القادم أنه يحجز 18 مليار المرحاة الثانية لكن حتى هذه اللحظة لم يتم إنشاء أي شيء فيه هو الموضوع ده يؤثر في عامية استكمال البناء استكمال البناء وبالتالي استكمال حجز مزيد من البناء الوقت مؤقت يعني هل في رأي حضرتك كانت مصر حكيمة حينما استفزت من الداخل ومن الخارج لعمل عسكري لإيقاف السد أو لضرب السد ومصر قالت سيبوهم هم اللي عندهم كفاية عليهم اللي هم فيه يعني حضرتك حط المواقف اللي تمت دي في أي عصر مصري سابق آه كنت تحتاج التصرف غير التصرف آه طبعا يعني لو قلنا في الحقبة النصرية كنا زمانية ده يخلنا في حرب آه في الحقبة الساداتية كان يقوم في عمل عسكري آه وحصل قبل كده آه حصل حصل المرآة آه لكن القيادة المصريحة حالية عندها صبر ما أنا ما قلتش حقبة حسني مبارك ما كانش يقوم فيها يبقى في سلبية تماما آه سلبية تماما آه كانش يبقى فيها أي رد فيها هو خرج من 94 بعد محاورة الاختيال وإحنا دفعنا التمن بعد كده طبعا ما زلنا بندفعهم آه الإدارة المصريحة حالية اتجت يامة الحاضر الأفريقية بقوة جدا 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 واستفادت من الكلام ده النهاردة مصر إفريقيا أفضل مئة مرة طبعا لكن قولي يا دكتور ناصر في رأي حضرتك المساعي القوية اللي مصر بتعمل هدية في التكتلات التلاتة الكبار في اقتصاديا في أفريقيا التكتلات السياسية الرشاد في تفكير المستقبل الإفريقي ممكن يكون لها أدوار مصر في رأب الصدع في أسيوبيا ما يحدث في أسيوبيا أو حث أطراف أفريقية أخرى على الدخول في هذا الأمر لإنهائه تعالى نسلم أن المموت نهاء هذا الصراع تحاد الأفريقيا طبعا ده ما يجب أن يكون طبعا لكن للأسف الوضع الموجود الحالي لا يؤهله للقيام بالدور لكن الدور المصري إحنا موقف مصر حساس شويتين من يمت أي ملف أسيوبي أي الداخل الأسيوبي لن يقبل منك أي تدخل ولن يفترض فيك حسن النية وحيبقى الترويج إن أنت بتتدخل عشان موضوع سردنا آه آه بدليل فيه فيه حاجة اسمها الاستراتيجية بتاعة السياسة خارجية لأسيوبيا صدرت 2002 آه بيقولوا فيها صراحة كده أن مصر دولة تعمل على وجود الاحتراب الداخلي في أسيوبيا لعدم الأخذ بمبادئ التنمية المستدامة يعني هم مفترضين فيك في سوق النية وده اللي مصعب موضوع المفاوضات الوقتي إن الطرفين ما بينهم شيء من الشك شيء من عدم اليقين عدم الثقة إحنا مصر بالنظام الحالي قدمت ما يستوجب لدى الطرف الآخر أن يسق هو لم يسق حتى هذه اللحظة لكن هذا أمر يخصه لكننا نستمرين تحت أمر تشرفتنا جزيل شكر لأستاذنا الدكتور ناصر مأمون عيسى الباحث في العلاقات الدولية وشؤون الشرق الأوسط مشكركم مشاهدينا دقائق قليلة ونتحدث في موضوع آخر عن رشدة التسوق الآمن ترجمة نانسي قنقر